اهلا وسهلا تحيانيكم الناس الكل لسويعتكم الثالثة في الجرون ويت اليوم تكون حاضرة معنا ذيفتنا لسعيد السيد رئيسة بلدية دار شعبين الفهري يا شعب نياذ عندكم تسألوا رئيسة بلديتكم كلمون على 72 وقالا تصلوا على 72 328 500 خلقوا للرقم الكامل وقالا تنجبوا تتوصلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو مادة تونزي وبيان برايم تايم باي راديو مادة تونزي تود سويت نعم نطلع على اهم الموضيع المطروحة في الصحافة الوطنية صدر اليوم 18 شعبين 1440 بتقويم الهجر الموافق ل24 نفريل 2019 بتقويم الجريغوري حل الجريدة حلين الجريدة يا جماعة باش نبداوها بجريدة المغرب اللي اختاروا دخلة للبكسبور دخلية البكسبور وجيل الثورة يحاكم الجميع صورة اللي موجودة في الآيون تنجبوا تشوفوها معنا اللي هو انتخابي 2019 والشخصيات السياسية وموجودة في دخلة من دخلية البكسبور والسياسيون التوينسا واليالتقي كي مقوله سياسيون التوينسا عبد الرحمن بن خلدون والبيرانشتاين بشخصيات فلم عالم الدي سي ومارفل وابطال سلاسل الكرتون اليابانية المونجا فقط في اللافتات اللي تزينت بها جدرانها المعاهد الثانوية تنسية خلال فترة تمتحانات الرياضة الخاص بالمترشحين لشياسة البكالوريا ومما يعرف دخلة البكسبور والدخلة هذه اللي باتت سنة سنوية يتوجه من خلالها تلاميذ الثانوية برسائل الجميع رسائل رموز متاحها من عرش توصل للسياسيين وإلا لا فما ليتعامل مع الظهر هذه وأنه لا وعيب وميجيش وغيره ولكن الحقيقة كتشوف حجم الرسائل اللي موجودة في الدخلات هذه تفهموا أنه فما حاجة جديدة قاعدة تتبدل جيل الثورة يحاكم الجميع كما اكتب حسين العادي تعملوا طالع على صفحة الرابعة والخمسة من جريدة المغرب نتعدى إلى جريدة الشروق والهم الأخبار اللي هو في عملية أمنية وعسكرية في جبال الكاف مقتل إرهابي وإصابة ثلاثة وحجز كاليشنيكوف تلقاه لديتاي صفحة 21 نتعدى إلى الأمور السياسية وتطورات مؤتمر تحية تونس العزاب يمينا عاما الشاهد رئيسا ومعركة القائمة الوطنية تشتد بعد اختتم مرحلتين المؤتمرات التاسيسية الجهوية والمحلية اللي تواجهت بتركيز الهياكل في مختلف دوائر انتخابية سواء بالانتخاب أو بالتوافق بدأ العدد التنازلي داخل حركة تحية تونس تستكمل المؤتمر التاسيسي الوطني موفى هذا الأسبوع أرقام من المؤتمر ستة الاف هو عدد المؤتمرين اللي بشي شاركوا في المؤتمر اللي بشي تنظم في قبة ردس خمستاشن الف هو عدد الحضور المتوقع في المؤتمر وثمانين الف هو عدد المنخرطين بتاحية تونس وفق ما تقولوا مصادر من الحزب ومتين هو عدد أعضاء المكتب الوطني قائمة الوطنية التوافقية لم يقع بعد تحديد عدد أعضاء المكتب التنفيذي للحزب اللي بشي قع تشكيله بعد المؤتمر على كل نتعديه إلى المواضيع السياسية الأخرى وعبير موسي بعد إقاف المنصق الجاوي للحزب بسيدي بوزيد وتقول وحملوا الدولة والرئيس مسؤولية ما يحصل حملة كما قلنا عبير موسي لرئيس الدولة بما يحصل متلاعب القانون والقضاء في علاقة بما حصل مع المنصق الجاوي للحزب اللي في سيدي بوزيد عمور الصالح اللي تحول إلى ضحية من ضحية إلى متهم وتم إداءه بالسجن الحسب بقولها بياني في دامه نمشي إلى جريدة الصباح صادرة لليوم اللي هو اختارت في اللايين نشأت مخابرات أجنبي مكثف والأمن القومي على المحك على خلفية الصراع الليبي والحركة السياسية في الجزائر وبعد تشديد واشنطن القيود على صادرات النفط الإيرانية ترفيع منتظر في أسعار المحروقات في تونس وتداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي بعيدا عن هذا وذاك صارش نجم جيبلنا من أخبار دونك في الشروق أحكيوا على أول جامعة للنساء عملوها في كندا في تورونتو واحتفلوا المسلمين غادي بالجامعة في إيطار مواجهة الخوف من الإسلام وإمام المسجد هي مرهب تبيعه وقالت إن شاء الله نزيدوا نبنيوا جوا مع للنساء أخرين في كندا وهذا بش يكسروا الحواجز الاجتماعية اللي قاعدت غذي في المشاعة المعادية للإسلام معناتها كان ننسي مشوا يصليوا فيه موش كان نرجع سنباتيك الفان زي سينة تصويرها دارت على البنات لابسين حويج جو ببجين يدوروا بيهم في العراق في بغداد وهذا على خطر خرج قرار حظر اللعبة لابسوا حويج اللعبة ومشوا بيهم قدام البرلمين على خطر هو اللي منع على جو هذي وقالوا عندوا تأثير سلبي على لجون غادي طب جي في العراق دي شيخين في العراق عاملين جو بيهمد بنا في العراق الشروق زيدة حكيت على شعبية صديم حسين اللي مازالت موجودة في العراق وضياغ زادت كثرت والشارع العراقي بدأ يعبر على لنعلم حبته للرئيس العراقي سيفق الشهيد صديم حسين وفي جامعة عراقية غني وغنيت ياكاة رابج كافور وهذه غنية انشرها حزب البعث وقت الحرب العراقية الإيرانية دونك توى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق افتح تحقيق في الموضوع هذا على خاطره يشوفها حاجة اختيرة برشا ومخالفة للقانون انهم يحبوا برحموا صديم حسين اليو بنتنا برشا برشا محبة وخاصة شعوب شعوب المغرب العربي اللي عندو لي محبة خاصة ومعزة خاصة ونحبوه برشا هيدا يور فما في اللي ريزوسوسيو قاعدة دور زوز طائرات امتاعه الشخصية موجودة لليوم في تونس هذه للأمانة فقط زوز طائرات للرئيس الشهيد صدام حسين موجودة في جبس لليوم على كل خلينا نتعدياول للمواضيع الأخرى بعد الفاصل